طيب برج العقرب انا شايفة عندك هنا في الطاقة بتاعتك انا شايفة فيه تعلق او فيه امور عالقة يعني مفيش حاجة حصلت بشكل تام فيه امور عالقة عندك او انت حاسس او انت تكون مستسلم لامر ما في الوقت الحالي حاسس انك ضحية ظروف معينة في الوقت الحالي وضعك مفهوش بقوة في الطاقة الحالية بعكس الشريك يعني بعكس الشريك هو ظاهر بينها انت ظاهر عن جنمال وهو ظاهر المجيشة شايفة فيه امور فيما يخص انفصال شايفين هنا فيه كلام عن انفصال انفصال عن شخص فيه بينكو اختلاف انت بتحس ان الشخص ده توقع مروح شايفة برج العقرب عاوز فرصة جديدة في العلاقة اللي فيها انفصال شايفة برج العقرب فيه انفصال فيه عندك مسئولية فيه محاولة لموازنة الامور شايفة فيه غروب او بتاعت الشريك انا شايفة ان العلاقة دي ممكن كانت علاقة فيها حب فيها مشاعر علاقة سلمات حصل فيها نزاع للبعض ممكن تدخل طرف ثالث كمان اسباب الانفصال شايفة هنا كمان مشاكل اسرية ممكن يكون اعتراض من الاسرة للبعض منكو للبعض ممكن دي تكون مشاكل اسرية بينكو انتو يعني هنا ممكن يكون الكلام عن اشخاص موجودين في زواج تمام؟ طيب فيه عندنا برضو خداعة بالنسبة لبرج العقرب برج العقرب انت بتتعامل مع شخص غامض جدا 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 شايفة هنا فيه طاقت غموض ممكن كمان بتتعامل مع شخص ممكن يكون روحاني ممكن يكون بيستعمل يعني ما يزهر هنا الهاي بريست اسمع المشاشن ممكن تكون بتتعامل مع شخص عنده قوة روحية او فيه حاجة خارجة عن ارادتكو فيه ما يخص جوانب السلبية او اعمال السحر او الحاجات دي كلها كانت سبب فيه شخص تدخل بطاقة مؤزية في القسرة دي سبب ليها اذى اظهر مساوئ كتير اوي موجودة اه في العلاقة دي شايفة كمان هنا فيه مرقبة اه بشأن شخوك في وجود طرف ثالث او ان شريكك ممكن يكون فيه عنده طرف ثالث او شريكك برقبك على انك ممكن تكون اه فيه عندك اه طرف اه طرف تالث اه شايفة هنا كمان طاقة من العند موجودة بين بين الطرفين فيه مرقبة كمان بسبب وجود ممكن اطفال في العلاقة شايفة هنا فيه ابتعاد بسبب اه عدم قدر على اتخاذ قرار من البعض كمان بسبب وجود او تدخل اه طرف اه تالت لكن انا شايفة فيه عودة لكن في عودة فيها شروط ومن ضمن الشروط اه اه ابتعاد اه ابتعاد عن محيط ما عن وضع ما عن طرف ثالث عن اه عن مشاكل اه شايفة كمان من ضمن الشروط اه فيه اه 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 حاجة تغصي تحمل المسئولية او حاجة تغصي الوضاع المادية انا شايفة هنا معاك يا برج العقرب شايفة برج الجوزاء برج الحوت. الثور. برج الحمل. ممكن كمان برج الدم. الابراج اللي موجودة معيه ممكن كمان برج الميزان. ايه اللي ممكن يحصل? شايفة فيه مسألة وقت آآ فيه توها. يعني انتو في مرحلة هتنتقلوا بيها من منها لمرحلة تانية بعد وقت. بعد وقت. للبعض هنا كمان فيه مشاعر ممكن هنا كمان فيه آآ كراش. للبعض هنا فيه مشاعر مختفية او مخفية. او محدش يعرف عن الاخر. بسبب على المتصريح بمشاعر اخفاء المشاعر. آآ آآ ما فيش هنا آآ انتو مش موجودين قدام بعض او محدش قادر يحدد او يقيم مشاعر الاخر بسبب بعض مسافة. آآ برج العقرب. شاحن. ستة. بعضكم كمان ممكن يكون بيتعامل مع برج الآآ الآآ زي ما قلت او سرطان او الحمل. لكن شايفة فيه عندكم فيه شخص بيعاند. فيه شخص بيعاند عايز هو يقود. عايز يكون متحكم. عايز يكون مسايدر. آآ ممكن الشخص ده كمان آآ آآ متمكن اكتر دلوقتي. فهو حر قراره. قادر ان هو آآ يحدد او شايف ان القوة في ايده هو او هو اللي يقدر يوجه الطاقة او هو اللي يقدر يوجه العلاقة. فهو مستغل الطاقة دي. آآ هل للمنفسرين هل يوجد عودة? برج العقرب منفسرين. هل يوجد عودة? شايفة فيه عند. وفيه آآ محاولة للخروج من العلاقة. لكن بشكل ممكن يكون مش مؤذي. يعني بشكل ممكن يكون آآ 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 ثالث. آآ شايفة شخص ممكن يكون فيه فعلا دخول طرف ثالث. فيه احساس بندم وبخسارة. آآ لكن انا شايفة هنا آآ في حالة لو فيه زواج. في زواج او فيه اسرة. فيه احتمال للعودة مع آآ شفاق لللي حصل او شفاق للعلاقة. زائد ووجود آآ اتفاق. اتفاق بوجود اشخاص اخرى يعني شخص اخر. او انك تاخدوا رأي حد آآ آآ يكون متخصص في الامور دي بالنسبة للمتزوجين. بالنسبة لو حد فيه كرش. فانا شايفة ان البعض هنا فيه آآ المشاعر حب المش معترف بيها او لسه ما صرحتوش بيها البعض. بالدارية. والبعض بيحس ان الطرف الاخر ممكن يكون متلاعب او او هو شخص مش جاد في العلاقة. لكن الشخص ده هو في علاقة زواج. فيه الطرف تالت وفي علاقة الزواج. وده سبب ان الشخص ده مش قادر يحدد او مش قادر يكرر في الوقت الحالي او مش قادر ياخد آآ قرار في الوقت الحالي. وعشان كده تباني العلاقة ان هي مش واضحة ملهاش معالم. وان العلاقة ممكن تكون قنقف شوية في الفترة. آآ دي هل تستمر كده مستمرة كده. آآ شوية بسبب وجود علاقة زواج. آآ برج العقرب شايفة فيه احساس بندم احساس بخسارة. لكن ممكن حل الموضوع باتفاق. ان يحصل اتفاق. لان شايفة انت بتواجه او انت بتتعامل مع شخص عنيد او شخص اكتسب قوة معينة. في شخص اكتسب قوة. وشخص ده مش هيتنازل يعني. آآ مفيش هنا كمان نسيان للماضي. او تخطي لمرحلة الماضي. او مشاكل الماضي زي ما نقول. او شخص اكتسب قوة حس ان هو تحرر في الوقت الحالي. التفكير عندك انت. آآ فيه امور غمضة عندك انت. كمان بالنسبة اللي بيسأل عن كراش. ففيه امور غمضة آآ في العلاقة دي. ولو انت متعرفش عن الشخص ده متزوج او مش متزوج. فالشخص ده آآ هو في علاقة زواج بالفعل. هو متزوج. والعلاقة دي ممكن تكون فيها امور غمضة زائد. انه ممكن يعرض عليك آآ ارتباط آآ سري. او شكل ارتباطك او شكل علاقة سرية. بالنسبة لموليد برج العقرب العازبين. ما القادم? آآ آآ انا شايفة ان فيه اخبار هتجي لكم. فيه اخبار ان العازبين هتجي لكم بشأن آآ 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 حاجة انت يعني كان فيه عندك حاجة في الماضي ممكن عقرب هنا بيسمع منفصلين او مطلقين او كده. فبيقولك حاول انك انت تستفيد بس من دروس الماضي آآ تنسيها. تكون بمثابة آآ درع او حماية ليك من الامور اللي جاية آآ شايفة الماضي بالنسبة لموليد برج العقرب عازبين. مجهول. نوعا ميه? برج العقرب عازبين. من القادم. اه شايفة فيه بداية جديدة. شايفة فيه بداية جديدة وشايفة فيه آآ انتصار شايفة فيه آآ انك تقف على رجلك من اول وجديد. آآ تستخدم كل امكانياتك. حتى لو البداية لسه بسيطة لكن شايفة آآ هنا كمان فيه نصيحة. انك انت تكون متحمس لشيء جديد او بداية جديدة وتحاول تستفيد من الجروس الماضي. بعض العازبين ممكن يكون هنا بيسأل عن عرض شخص من الماضي فانا شايفة هنا الموضوع لسه ممكن مزال آآ مجهول او غامض آآ زائد ان هنا بيأكد لك ان فيه بداية جديدة وانت عندك القدرة على انك تبدأ البداية دي آآ ده بالنسبة للعازبين. اللي اقدر اقوله كمان في مواليد برج العقرب القراءة العامة او بشكل عام آآ انا شايفة في علاقة فيها شخص آآ بقى متحكم اكتر. يعني انا شايفة فيه قوة في الوقت الحالي اللي احنا نتكلم فيه. اتسببت منك انت او ما بقتش موجودة عندك انت. آآ تمام? وفيه شخص الاخر آآ انت بتزعمل مع شخص ممكن يكون اصبح شخصا مش آآ سهل في الطاقة الحالية زائد ان هو ممكن يكون بيستخدم قوة روحية آآ منه. فانت خلي بالا ممكن من حاجة زي كده. انا مش شايفة سلبية. انا شايفة ان هو بيستخدم حاجة لصالحه هو. برج العقرب. تيك اكشن. والوضع يتحسن. آآ انت محتاجتها من شفاء بقى. شفاء من تعلق شفاء من حاجة زائد انك انت تسامح. هنا كمان ذكرلك انك تسامح وتتعلم. آآ محتاج انك انت ممكن تكون انت رافض انك انت تسامح. او انت حاسس انك مع حد رافض انه هو يسامحك. فهنا بيقولك فيه شفاء لازم يحصل. فيه تسامح بناءا عليه وفيه حرقة لازم آآ تحصل منك لان انا شايفك انت واقف في مكانك. ممكن تكون آآ آآ انت حاسس ان الطاقة واقفة او انت مفيش في ايدك حاجة تعملها. لكن هنا بينصحك انك انت فيه في ايدك حاجة تعملها. بيقولك تيك اكشن. او خد حركة او ابتدي آآ شوف ايه التغير اللي المفروض اللي انت تعمله آآ زائد موضوع الشفاء ده يعتبر حركة او يعتبر آآ طاقة جديدة او يعتبر تصرف. وتسامح نفس الشيء. لكن هنا بيبشر بوجود الطاقة دي او الاشياء دي انك انت تمشي فيها ان في آآ آآ وضع آآ يتحسن. المهم انك انت تخرج من طاقة التعلق او طاقة استسلام. او آآ او طاقة فيها تضحية زيادة عن اللزوم. ممكن تكون انت بالضحي في الوقت الحالي. فخلي بالك من طاقة زي كده استعيد توازنك مرة اخرى حاول انك انت تتوازن. تاخد خطوة للامام. تعمل شفاء. تنسى او تسامح وتتعلم. آآ كل الامور دي مهمة في الطاقة بتاعة شهر الستة. علشان تنتقل لطاقة مختلفة. بعلاقتك العاطفية. سواء عازمين او منفصلين او مرتبطين. التجديد بيحصل او بيجي من ان انا اغير من الطاقة بتاعتي ااخد خطوات مختلفة او ااخد حتى خطوات سواء مختلفة او مش مختلفة. آآ اتجاه الهدف اللي انا عاوزه علشان يحصل التغيير. مفيش تغيير بيحصل في تجمود او في جمود او في آآ وضع آآ او طاقة استسلام. حتى لو التغيير حصل ممكن يكون بمش بالشكل اللي يرديني لان هو خارج عن اراضي. اشتركوا في القناة